صورة من اليمن الجريح بانتهاكات ميليشيات الحوثي والصالح وما أكثرها عشرات الآلاف من الانتهاكات تخللتها حالات اختطاف واختفاء قسري واحتجاز تعسفي بالإضافة لحالات تعذيب في سجون الحوثيين والقصف على المناطق الآهلة بالسكان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان رصد في تقرير جديد ألاف الانتهاكات التي قامت بها ميليشيات الحوثي وموالو الرئيس السابق علي عبدالله صالح خلال الفترة ما بين 2014 و2015 وتضمن التقرير حجم الانتهاكات التي مارستها الميليشيات على مدى عام كامل في مختلف المدن اليمنية أكثر من 40 ألف انتهاك بحق المدنيين هو الرقم الذي باشرت المنظمة الحقوقية اليمنية بذكره في إحدى ندوات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف وثمانية آلاف يمني قضوا بنيران الانتهاكات الحوثية في عام وأكثر من 19 ألف آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة وعن حالات التعذيب التي رصدتها المنظمة فقد بلغت 1077 حالة بالإضافة إلى 270 حالات اختفاء قصري بينما بلغ عدد المحتجزين تعسفياً ثمانية آلاف واربعمائة وثمانية وخمسين يمنياً ولم يكتفي التحالف اليمني بهذا القدر مشيراً إلى أن هناك من يموت ساكناً صامتاً غير متحرك نتيجة الحصار الذي اتخذته الميليشيات المتحالفة مع إيران سلاحاً لتنفيذ أجندتها على من يعارضها إذ حذرت المنظمة الحقوقية من كارثة تهدد حياة الإنسان قبل الحياة الصحية والبيئية ففي محافظة تعز تعرضت المناطق السكنية لأكثر من 490 حالة قصف من قبل الميليشيات موقعة الآلاف من المدنيين بين قتيل وجريح أضف على ذلك تحذيرات من أزمة غذائية قد تقود اليمن إذا استمر الوضع كما هو عليه الآن إلى مجاعة خاصة بعد أن قطعت البنوك خطوط الائتمان التي تمول شحنات السلع الغذائية بسبب توقف شبه تام للنظام المالي في البلاد جراء الحرب وهو ما قد يدفع البلد الذي يبلغ عدد سكانه 26 مليون نسمة لأن يكون أفقر بلد في شبه الجزيرة العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر